الفيلم الروائي الطويل الحدود الخضراء للمخرجة البولندية أنيسكا هولند يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للسينما والهجرة في دورته العشرين وذلك في ختام فعالية المهرجان حفل الختام عرف توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات كما شكل مناسبة لتكريم الكاتبي والمخرجي والمنتج المغربي أحمد المعنوني والممثلة المغربية هدى الرحاني تقديرا لمقدما في مجال الفني الثابع وتميزت هذه الدورة ببرنامج حافل شميلة تنظيم ورشات فنية وندوات فكرية إضافة إلى عرض أفلام متنوعة